نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً يصلط الضوء على انخفاض معدل التدخم العام للمرة الأولى منذ ستة أشهر على الرغم من استمرار تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الفاكهة والخضروات دفع معدل التدخم العام للتراجع خلال يونيو 2022 كما كشف التقرير عن تحقيق التدخم العام للحضر على أساس شهري معدلاً سالباً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021 حيث سجل سالب 1.1% في يونيو 2022 مقارنة بتسجيده 1.1% مايو 2022 و3.3% أبريل 2022 ترجمة نانسي قنقر